أهلا بحراتكم من جديد عايزة أطمنكم في البداية على وليد سليمان نجمل نادي الأهلي بعد تعرضه والإصابة كانت في الحقيقة قوية جدا جدا مبارح أثناء مباراة الحرص الوطن زي ما احنا شايفينها على الشاشة دلوقتي يعني إصابة كانت الواحد تخض شوية بصراحة أول ما شافها لأن احتكاك قوي في الوجه فبالتالي وليد يعني بقى كويس جدا الحمد لله تم نقله على المستشفى أثناء المباراة مبارح الزيادة في الاطمئنان كان فيه يعني شبه يعني صابة بارتجاج خفيف جدا في المخ ما كانش مركز شوية بعد الإصابة على طوله كان فيه زي فجدان ذاكرة مؤكد فالأطباء يعني فضلوا أنه يكون تحت الملاحظة في المستشفى لساعات العدد من الساعات انتهى النهاردة الساعة 11 الصبح وقدر فعلا وليد سليمان أنه يغادر المستشفى وحالته جيدة ومطمئنة للغاية في الحقيقة الحمد لله دي لقطات حصرية زي ما حرقكم شايفينها كده بعد الإصابة ومشاركة في سناد الأهلي والسلام واتحرك وليد على المستشفى والأمور يعني كانت لسه محتاجة بعض الفحوصات عشان نتطمن وفعلا تعاملت الفحوصات دي وزي ما قلت لحضراتكم كان ارتجاج خفيف جدا في المخ وفجدان مؤقت للذكرة أخذ يعني دقايق مش كتير نتيجة الخطة والاستضام القوي جدا جدا وليد لما راح مبارح لمستشفى كان طبعا زي ما حرقكم شايفين برضو اللقطات الحصرية دي من خلالنا النهاردة كان عدد كبير من لعاب النادي الأهلي والكابتن سيد عبد الحفيز يعني كانوا حرسين جدا على زيارة اللعب في المستشفى زي ما احنا بنشوف كده والنهاردة الساعة 11 الصبح تقريبا بالزبط يعني خرج وليد سليمان المستشفى حالته جيدة للغاية وبكرا ان شاء الله حيكون فيه يعني فحص طبي لإتمكنان على حالته بشكل أكبر تمهيدا لمشاركته في التدريبات بشكل طبيعي ده وليد سليمان على صفحته الرسمية على فيسبوك بيطمن الجمهير النادي الأهلي وجمهير الكرة المصرية وقال الحمد لله أنا بصحة جيدة وخرجت من المستشفى وبشكر كل الناس اللي بعثت لإمبارح عشان تطمن علي بس بعتذر لكل الناس اللي مقدرتش أتواصل معهم أمبارح وبشكركم جدا وبشكر كل واحد من الجمهور اللي حاول يتواصل معي يا ربنا يخليكم لي وليد سليمان ألف مليون سنة معلك يا وليد واحد من اللعبة يعني جمهور النادي الأهلي بيحبها جدا جدا وإن شاء الله بإذن الله يعود سريعا للتدريبات وبكرا هتتطبح الرؤية بشكل أكبر خلال الفحص ده فيما يتعلق به وليد سليمان